السلام عليكم مرحبا متشبعين الكرام اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب.com لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله هذه ابرز العنوين الملك محمد السادس يرسل رصاصة الرحمن الرئيس الجزائري قبل القمة العربية الملك محمد السادس يرسل رصاصة الرحمن الرئيس الجزائري قبل القمة العربية حيث قالت المصادر المطلعة اوامر عليها تلقها وزير خارجي ناصر بوريطة بمواجهة وبكل حزم مطلوب مناورة اللوفي الجزائري في الاجتماع الجامعة العربية المنعقدة بمصر على مستوى وزارة الخارجية وذكرت ذات المصادر وفق ما كتبته الاسبوع في عددها الجديد ان نتيجة هذا التحرك كانت نتيجة هزيمة وزير الشؤول الخارجية في الجزائر العمامرة الذي خرج خاول وفاد وهو يتراجع عما تم ترويجه سابقا من الشعارات حول سوريا ذلك ان بشر الاسد لن يكون حاضرا كما لن تكون هناك فصل التطاول على المملكة المغربية في القمة الجزائرية والتي روج لها انها ستكون في الخارج في العام ليس فيه الربيع ووجه اللوفي الجزائري في الولايات المتحدة الامريكية ام السبت رسالة الى ادارة الرئيس الامريكي جو بايدين بسبب صفقات الاسلحة بين الرباط وواشنطن وقضية السحراء المغربية وطلب اعضاء اللوفي الجزائري بالكونغوريس الامريكي الرئيس جو بايدين بعدم ابرام اي صفقة اسلحة مع المغرب بدعوى استخدامها ضد الملشيات البوليساريو معربين امالهم في ان يكون الدور الحاسم الذي تلعبه بلادهم في النزاع بقضية السحراء المغربية من دعم اطروح الجبهة البوليساريو وتقترح الرباط منح اقاليمها الجنوبية حكما ذاتيا تحت سيادتها كحل للنزاع مفتعل تعتبره الامم المتحدة حلا واقعيا ودام صدقية اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليسلك كل جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة